while whereas معنتها بينما نستعملهما عندما نريد المقارنة بين أمرين مختلفين القاعدة بسيطة جدا 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 كل ما عليك فعله هو وضع while whereas في الوسط while تضعها في الوسط بدون أي كاما أما whereas تكتب كاما قبلها تضع الجملة الأولى تكتب while ثم تضع الجملة الثانية نقطة تكتب sentence one تضع كاما ثم whereas ثم تكتب الجملة الثانية نقطة نعم الأمر سهل جدا فما تحيرش ما تحيرش ماشي ترى تشوفني نقولها كتحير الأمر بسيط جدا ندو مثال على ذلك لكي تفهمني أكثر girls score well in languages البنات تتفوق في اللغات boys do better in math الذكور يتفوقون في الرياضيات سنقارن بين البنات والذكور في الدراسة فيما يخص اللغات الأجنبية والرياضيات كل ما علينا فعله الآن هو استعمال while وفقا لهذه القاعدة البسيطة جدا سنكتب girls الذي تعني الفتيات score well أي يتفوقون in languages أي أن الفتيات يتفوقن في اللغات ثم نكتب في مكان النقطة هنا في مكان النقطة بين الجملتين نكتب while بينما الظكور boys do better in math وبهذا قد قارنت بين الفتيات والذكور باستعمال while الأمر بسيط جدا أما إذا تم إعطاء واراس كل ما سوف يختلف في هذه الجملة هو وضع واراس في مكان while ووضع فاصلة قبلها سأكتب مجددا الجملة لكي تفهموني girls score well الأمر بسيط جدا while waras هي هدية إن وجدتهمها في الباكالوريا فلا تضيعوها الملاقات في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر